قولنا حاجة الناس تمبسط بيها من مباراة الاهلي والبناء طيب أنا بالنسبة لي المباراة هي مشهد مهم جدا مشهد في استاد القاهرة كان ما بين واحد من الفتوات الجداد في الكرة المصرية بيرميدز واحد عامل ران 14 مباراة ولكن ما كانش لسه استضم بفتوة الناس الغلابة بالنادي الاهلي رجع الماتش كان صعب جدا ولكن كانت رسالة واضحة العنوان بالنسبة لي من كولر ليوريتش سأخنقك حتى تستغيث السلام هفضل طول الوقت مخليك مش شايف فتعال نروح نقول قول لي كده قول لي هالية تاني كده معنا معناش مباح شاعة سأخنقك حتى تستغيث ده مين اللي بيقول لي مين كولر ليوريتش السلام انت باتني القاس عريضة في تكنيك في الضغط دايما هنقول بالعارب عشان تزعب بالانجليزي انه انت بتشتغل ان لعيب واحد بس اللي ما بقاش مترقب اللي هو مين حرس الماربة فقط لغير ده تكنيك عمل ايه تعال نشوف يالله بينا من الثانية الاولى وتعال اقول لك كان ايه اللي بيحصل في الملعب لما تظهر معنا قبل ما اتحرك قبل ما اتحرك النادي الاهلي بيرامدز بيلعب ازاي كريم في كل المباراة بيعتمد على اربعة تلتة تلتة بيرجع مهند لشين يسقط بيبقوا خمسة في الخط الخلف علشان يعمل عملية البناء فالاهلي بيدافع باربعة اربعة اتنين في كل ركن من اركان الملعب الجديد اللي الاهلي عملوا انه ولا مفاتيح لعب ولا جبهات ولا يمين ولا شمال ايه الجديد كمان الاستباق تعليمات خدها رامي ربيع ومحمد عبد مرامب انا هكبره ما يعملش غير اللونج بول ولما يعمل اللونج بول هتطلع تاخد الخطوتين ولا واحدة خالها في السفن مايلي غير الواحدة بتاعت الغلطة بتاعت محمد عبد منا اللي عمل واضش كبير بالمناسبة جدا محمد عبد منا نروح له بعدين فتعالى اوريك الاهلي كان بيعمل ايه وناس تركز كل لعيد من الاهلي واقف مع مين ما فيش مكان في الملعب ودايما وان فري مان في واحد فاضي اهي ادي واحد كمل اللي بعده هتلاقي ان الاهلي ادبر براميز انه اغلط مرة واثنين وتلاتة واربعة ده مش بداية الفايل بتاع الدغط فنرجع له تاني ده مش بداية الفايل بتاع الدغط خالص بس تعال نروح تعال نروح لي اللعبة ده نفس اللعبة اللي جت من شوية لكن طب شباب اروح المالات هتعمل اول عشان ده مش ده مش الفايل بتاع الدغط هاي زبطه ظهورك فبص بص أكريم الناس تركز مع لعبة النادي الاهلي لما ترجع مع اللقاطات تاني الناس تركز مع لعيب تنادي أهلي مفيش لعيب من بيرامدز فاضي ده مستحيل تقدر تعمله أكتر من عشر دقائق اتنشر دقائق الأهلي عملوا خمسة وعشرين دقيقة فضل يخنق يخنق في يوريتش عشان ما قاش عنده غير حل واحد كورت الجول جات كده الكورات الخطرة بتاع النادي الأهلي طوال الشوت الأول قبل جول بيرامدز وبعد جول بيرامدز جات بالشكل اللي الأول ما الفايل يظهر هوريه لك طول الوقت الأهلي قادر يعمل ده طب ولما جبها لك بقى من الاناليس بوك من كتاب التحليل الناس تقارم بينه من غير ما أنا أقول ومن غير ما حد يقول تقارم بين وقفة اللعبة في الملعب والضغط والمسافات وقفل زوايا التمرير ومن الرسمة اللي طالع من الكتاب شوف هي هي ولا كان فيها تغيير يلا يا شباب اللعطات طول هي هي ولا كان فيها تغيير طول الوقت أنا بدغط يلا بيرامدز يلا حلو أوي حلو يلعبوني طول الوقت طول الوقت الأهلي بدغط عشان يوصل الكرة في النهاية يحمد الشناوي يلعب الطولية يحمد سامي يلعب الطولية حتى الطولية وفرق لك بنا بعد شوية من الكرات الطولية بتاع الأهلي وفرق الكرات الطولية بتاع البيترامدز اكتساح من كولر في عملية الضغط خنق يوريش لدرجة أنه مش عارف يتنفس مش عارف يعمل ثلاث تمريرات أو أربعة أو أربعة إلا تمريرات بعرض الملعب فأول تلت أن الأهلي قادر يضغط طول الوقت درس لأي حد والأول مرة الواحد شغال بقى له سنين لأول مرة بس وقف هنا بس وقف بس دي الوقفة انا عايزك تجريب بسرعة جدا ادي الاتنين اللعيبة 4-4-2 الاهلي بدفع من اول ثانية 4-4-2 بص قولي في اي كورة هيطلع بها بيراميجز اللعيبة هيطلع حتى ببص مرتاح ادي اول واحدة دائمة الكلام ده في الديق واحد ونص في اول دقتين في المباراة اللي بعده روح للي بعده على طول ماشي عشان الوقت روح للقطة اللي بعدها على طول نفس القص بص هنا كريم الناس بتتكلم دايما على الكمباكت جيم يا كريم ان فيه لأ بترجع وراء والدافع لا كومباكت جيم معنا ان خطوطك كلها قريبة من بعد بص بص على اتجاه كل العيب بركز مع كل العيب من الاي اللي رايح فين كل العيب مع العيب بص في وسط الملعب اللي هما بعادة عن الكورة وحجم التركيز بص في وسط الملعب وامام عشور رايح بيضغط من فوق مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة حتى رمية التماس بيرامدز مش عارف يطلع اتخنق لدرجة مش عارفة من رمية التماس طبعة اللي بعديها الضغط من كل العيب من الخط الامام بص يا كريم الكورة فين رمية التماس طالع وسان بيضغط كمل 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 بص بص امام امام ما بيستنياش الكورة تتباص هو طالع بيضغط يقفل لك كل زواية التمرير كورة طولية بص الاستباق بابتاع الدفاع اتعملت تلاتاشر مرة في المباراة من رمية ربيعة ومحمد عبد منا الكورة عند احمد الشناوي عملية الضغط خنق نموذج انا الاول مرة لاول مرة هطلب من ناس انها تتفرج على ده ويفرجوا للناس لان ده درس ببلاش الراجلات ده درس ببلاش لكل الناس للي بيحبوا الكورة واللي بيدربوا كورة ولكل الناس كمل انت قادر تاخد الكورة من بيرامدز وتخنق بيرامدز طول الخمسة وعشرين ديها الاولانين وكملت كده على مدار المباراة لكن على مراحل انك قادر تعمل كل حاجة في الكورة بالشكل ده ده تحية كبيرة في ظل فوارق زمنية وريبة جدا ده الشكل بصها كريم دي الوقفة بتاعت المجموعة بتاعت النادي الاهلي طول الوقت الكورة لما بتققى معاك بتعمل بيها ايه وعملية الضغط بص على اللازرق اعتبر النادي الاهلي هو اللازرق الوقفة دي هي الاهلي كان بيعملها اتنين لعيبة طول الوقت تحتيهم لعيب بيروح يقتاك بيدخل من الجناح سواء طاهر او حسين اتنين لعيبة في وسط الملعب واقفين طول الوقت مروان واكرم واقفين هولدرز والاتنين المدافعين الاتنين الزرق اللي في الاخر دول بتلاعي ضغطوا روح للسرعة اللي بعدين على طول اشتب اخر حاجة ده نفس الشكل انت لما بيتضغط عليك وانت فاتح بالشكل ده الاهلي برضو كان بيقدر يستحوز الكورة دي ديه الكورة مع النادي الاهلي الاهلي هو اللي بالاصفر كان الاهلي طول الوقت وانجلها في وقت لاحق من الحلقة الاجنحة بتاعت الاهلي والمسافات اللي اضطر بيرامدز يدخل كومباكت عشان حاول يعمل اي حاجة وفي الاخر ما عرفش اعجب 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 ا